أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أهمية اختيار الأكفاء لشغل الوظيفة العامة كخطوة على طريق تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وهو الهدف الذي تسعى له الحكومة جاء ذلك خلال متابعة رئيس الوزراء سير عمل مصابقات التوظيف المركزية التي ينفذها الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة لصالح عدد من الوزراء لشغل عدة وظائف بها وذلك خلال لقاء مع رئيس الجهاز صالح الشيخ حيث شهد اللقاء استعرض سير مسابقة شغل وظائف معلم مساعد كمرحلة في رياض الأطفال والتي فتح الجهاز باب التقديم فيها على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من الثاني إلى الرابع والعشرين من يوليو الماضي كما استعرض رئيس الوزراء سير مسابقة شغل وظائف معلم مساعد معلم فصلة والتي تم فتح باب التقديم لها في نفس الفترة